تحياتي سوق الانتقالات في الدور السعودي بصيف 23 خطفة الأضواء بلا منازع والبعض بيوصفها بأنها ربما تكون أكبر سوق الانتقالات في التاريخ مش عشان قيم انتقال اللاعبين منعرف عدد منهم كبير جاء مجانا لكن بسبب الرواتب الكبيرة جدا اللي عم تندفع المقصة بدأت بكريستيان روناندو في السنة الماضية ثم انطلقت واتطورت هالموسم لما تشوف كاريم بن زيما وكانتي وفرمينو ومحرز ولاعبين آخرين كلهم موجودين في الدور السعودي الموضوع خلى الصحافة العالمية كلها تحكي فيه البعض بقولك انها وجهة عالمية جديدة لمشاهدة كرة القدم لكن في الحقيقة وجود نجوم عالميين بالكرة السعودية موضوع مش جديد بل لعب في السعودية نجوم فازوا بكأس العالم والكرة الذهبية قبل هيك الفارق انهم ما تجمعوا مرة واحدة بفترة واحدة زي ما صاري الان واليوم في توب 5 نستعرض خمس اسماء اساطير سوبر ستارز قديمة لعبت في الدور السعودي واولهم بيبيتو اللعب المشهور جدا بسبب دوره الكبير بفوز البرازيل بكأس العالم 94 وصاحب الاحتفال التاريخي في ذلك المونديال واللي شكل ثنائية قوية جدا الانذاك مع روماريو ثم في 98 كان احد المساهمين بوصول بلاده للنهائي وكان بشكل ثنائية بتلك الفترة مع الظاهرة رونالدو بيبيتو جاء للسعودية ولعب مع اتحاد جدة في 2002 بعد ما انتهت تجربته بفاسكو ديقاما البرازيلي تجربة لفتت الانتباه وخلت الاعلام انا ذاك اتكلم بيبيتو لاعب جاي بكأس عالم لكن فترة بيبيتو في الدور السعودي ما طولت ثلاث شهور بس وعدة مباريات صار حادث مع احد اقاربه في البرازيل طلب بسببه انه يغادر ويرجع لبلاده ويوقف عقده واللاعب البرازيلي فعلا اعتزل بعدها وللعلم كارلوس ادواردو نجم الهلال السابق والمعروف هو فعليا زوج بنت بيبيتو قبل بيبيتو بكتير كان فيه لاعب اسمه ريفلينو هذا اللاعب من احد سحرة البرازيل في مونديال السبعين وكان يلعب مع بيليه في ارض الملعب في منتخب البرازيل اللي فاز بمونديال السبعين وهو ايضا احد نجوم البرازيل في مونديالين 74 و 78 كذلك لاعب خط الوسط المتقدم هذا انتقل للهلال بال78 بعد المونديال على طول ويعتبر اول صفقة كبرى في تاريخ الكرة السعودية وقتها كان اسم الدور السعودي لاول مرة ينشر عالميا بنتكلم عن اسطورة جاي يلعب عندهم وريفو استقر في الهلال ولعب 3 سنوات فاز خلالهم بطوط الدوري والكأس وعندنا نجم اخر من نجوم الكرة الايطالية مع ميلان في عصره الذهبي واحد رجال اريغوساكي دونادوني روبرتو فاز به دوري ابطال اوروبا 3 مرات وبالدور الايطالي 6 مرات وهو احد الاساسيين في المنتخب الايطالي القوي جدا في مونديال التسعين واللي حصل على المركز الثالث في اخر سنة في مسيرته موسم 99 ألفين انضم دونادوني الاتحاد جدة السعودي وكان قائد الفريق وقادهم للفوز بالعقب الدوري وصنع هدف في المباراة النهائية ضد الجار الاهلي كيف مباراة نهائية وبطول الدوري؟ لانه وقتها الدوري السعودي كان يطبق نظام المربع الذهبي اول اربع في الدوري بلعب مع بعض كإنها كأس وفي الاخير بيكون فيه مباراة نهائية وقتها الاتحاد بمساهمة دونادوني حافظ على قب الدوري لاول مرة في تاريخه النصر السعودي حاليا بتباهى انه عنده كريستيان رونالدو عنده حامل الكرة الذهبية او الكرات الذهبية لكن فعليا كريستيان رونالدو هو ثاني لاعب بلعب في النصر السعودي ومع كرة ذهبية قبل هيك لانه كان فيه لاعب تعرفوه كلكم ستويتشكوف نجم منتخب بولغاريا ولاعب برشلونة المش عادي ابدا وافضل لاعب في العالم والفائز بالكرة الذهبية سنة الاربعة وتسعين انظم للنصر في موسم سبعة وتسعين تمانية تسعين وذلك بعد رحيله الثاني عن برشلونة بعد تجربته الثاني هناك بس فعليا هو ما جا يلعب موسم كامل يجا يلعب مبارتين بس نصف نهائي كأس الكؤوس الاسيوية ونهائي البطولة وسجل في المباراة النهائية هدف الفوز عشان النصر يحمل اللقب وحصل ستويتشكوف كما يقال على مكافأة امهالية كبرى مقابل مساهمته والنصر ايضا جلب في الماضي موهبة مطلقة مهاريا دينيلسو اللعب البرازيلي المشهور اللي كان موجود في المونيديال الثمانية تسعين وبالالفين واثنين التوج باللقب مع منتخب البرازيل دينيلسو اللي كان يوما ما اقل لاعب في تاريخ كورت القدم لما انتقل لريال بيتس دينيلسو كمهارة كان يعتبر في فترة افضل لاعب مهاري لكن كقيمة كروية كان عنده مشاكل لانه فردي اكثر من اللازم وبعد نهاية تجربته في بوردر فرنسي انتقل في موسم 2006-2007 للنصر لكن ما ترك بصمة حقية كان اللاعب تماما خارج مزاج كورت القدم ودخل في مشاكل منها مغادرات الى بلاده بدون ما ياخد اذن ودينيلسو لما سألوه عن سبب انتقاله للعب في الدور السعودي قال طبعا الدافع الاساسي مادي لكن انا اخترت النصر تحديدا لاني كنت بعرفه عشان شارك في مونديان الاندي قبل هيك طبعا النصر كان شارك في مونديان الاندي 2000 اللي اقيم في البرازيل دينيلسو ما كانت تجربة ناجحة لكن بنتمنى للتجربة الحالية في الكرة السعودية تكون ناجحة كرة قدم افضل نجوم بيعطوا كل شيء عندهم لاخر لحظة في كل مباراة نوصل هون لنهاية توب 5 كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة